أعلنت الرئاسة المصرية اليوم فشل الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة مع جماعة الإخوان المسلمين ولفتت الحكومة إلى أن هذه الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية محملة جماعة الإخوان مسؤولية فشلها يأتي هذا فيما أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي على أن فضة اعتصامي رابعة والنهضة هو قرار نهائي ولا رجعة عنه أعلنت الرئاسة المصرية فشل الجهود التي يقوم بها المبعثون الدوليون الذين يحاولون منذ أسبوع تسوية الأزمة في مصر محملة جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية هذا الفشل وذكر بيان صادر عن الرئاسة أن مرحلة الجهود الدبلوماسية التي بدأت منذ حوالي عشرة أيام بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية قد انتهت وحمل البيان جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر وأوضح البيان أن الرئاسة المصرية دعمت هذه الجهود إيمانا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاذ الجهود الضرورية التي من شأنها حث جماعة الإخوان المسلمين ومناصرها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع واعتبر أن الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن يستقبل أبناؤه الأيام الطيبة لعيد الفطر المبارك بتسامح ووئام من جانبه قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستمر في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السياسية في مصر رغم أن الرئاسة المصرية أعلنت فشل جهود الوساطة الدولية وكانت الرئاسة المصرية استنكرت في وقت متأخر تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي جون ماكين الذي وصف فيها قيام الجيش بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بأنه انقلاب واعتبرتها تدخلا في الشؤون الداخلية ووصفتها بأنها خرقاء يأتي هذا فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون إلى المصالحة في مصر والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي وذلك بعد تصريحات مثيرة دعا فيها النائبان الأمريكيان البارزان في مجلس الشيوخ جون ماكين ولينسي جراهم إلى وضع جدول زمني لتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية